السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الفيديو جديد من فيديوهات بومبوني كروشيد الفيديو ده مخصوص لتقفيل البرتوفيه أو الكلوتش النص دايره شغل البرتوفيه الواحده كوم وتقفيله كوم تاني تفاصيله كتيرة هي حاجة بسيطة جدا أنك بتركب البطانة وبتركب السوستة وبتقفيل الجناد في المجمل كده هي حاجة بسيطة وشكلها بسيط لكن لما تيجي تنفذيها فعلا هتلاقيها تفاصيلها كتير وتاخد وقت فاحنا هنقفل مع بعض البرتوفيه خطوة خطوة وهنعمله مع بعض كله علشان يبقى عندك فيديو ترجعي له لو قفتي في حاجة أو معرفتيش تقفليه ازاي يبقى فيه فيديو ترجعي تشوفيه وتعرفي الطريقة بترتبها لأن في خطوات لو اتعملت قبل خطوات تانية هتطلع الفنيش بتاعك مش تماما فرجاء هنركز مع بعض في الفيديو اللي لسه اول مرة يشوفنا يا ريد ما ينساش اشتراك ولايك لو الفيديو عجبك امليل وشير اكتبيلي تعليق قوليلي رأيك قوليلي لو في حاجة محتاجاها نصورها قوليلي عليها وان شاء الله فاقرب فرصة نعملها خلينا مع بعض علشان نشوف هنقفله ستعمل ايه علشان ازبط القفلة بتاعتي انا هعمل القفلة من الجنبين حوالي 9 سنتين طيب ازبطها ازاي انا عندي النقطة اهي اللي انا قفلت عندها السطر بتاعي اخليها هي نقطة النص بالنسبالي وهياخد نقطة النص من الناحية التانية قصدها سواء بقى هتتنيها كده وتشوفي هنا النص هو وتزبطي البرتوفيب تاعك تحطي الحرف على الحرف وهنا النص وتزبطيه ويبقى ده النص بتاعك في الجنب التاني او لو عايزة تعمليه اكتر دقة انت هنا هو النقطة بتاعتك بتاع البداية السطر وانت عارفة وقفت عند السطر رقم كام رقم كام عند السطر مثلا اه 23 الا انا وقفت عند السطر 23 السطر 23 في النص بتاعه في ستة اجزاء كل جزء 23 غرزة صح؟ انشانا في السطر 23 يبقى كل جزء عندي من الاثناشر اللي مكونين للقاعدة كل جزء 23 غرزة انا عايزة النص يبقى انت هتعدي احنا مقسمينها الوان كل لون هيكون 23 غرزة هتعدي كده ستة الوان وعند نهايتهم يبقى انت ده النص بتاعك بالزبط انت يوقفتي بدأتي من هنا لما تتني هتوقف في النحية التانية يبقى ده النص في الجهة المقابلة ليه لو انت عايزة تعديها بالغرزة بالزبط هتعديها وتشوفي غرزة كام واقفة عند السطر الكام يبقى نص السطر كام غرزة عدي كام غرزة ووقفي علشان تجيبي النص بالزبط طيب اسمتوا بالنص بالزبط وبعدين هعمل ايه بقيس من هنا كده المسافة اللي انا عايزاها انا عايزاها مثلا تسعة سانتي ماشي يعني اهو تسعة سانتي تسعة سانتي دول هحط علامة في اول واحدة زي دي هحط علامة هنا دي مسافة التسعة سانتي بتاعتي هتعدي من اول الخط بتاعك اللي هو بداية السطر هتعدي انت خدتي كام غرزة معاكي وحطيتي علامة هتعدي هنا كام غرزة في الجنب التاني هتعدي نفس عدد الغرز وتحطي علامة هنا احنا علمنا النص بعد ما اسمناها بالزبط هنعلم النص ونعدي نفس عدد الغرز اللي خدناه هنا ونحط علامة ونعدي نفس عدد الغرز ونحط علامة انا خدت كام غرزة انا خدت ستة وعشرين غرزة ستة وعشرين غرزة من نقطة بداية السطر اللي انا قفلت عندها دي ستة وعشرين غرزة وحطت العلامة في الغرزة رقم سبعة وعشرين نفس الحكاية هنا ستة وعشرين وحطت العلامة في الغرزة رقم سبعة وعشرين نفس العدد في الجنب التاني زبط المقاس بتاعي علشان هنا يجيلي واسع لما افتحه ما يبقاش فتحته ديقة الجنب بتاعته تبقى مناسبة هاقفل على كده وهاجي اوريك ازاي هاقفل لذا كنت لاحظي حاجة مهمة الدايرة لما بتكون مسطحة مزبوطة بيبقى دا شكلها نسبة التقوص فيها صفر في المينة هنا لو لقيت في بروز شوية او عاملة تقوص كده طلعت بروز شوية القداد تعرف ان هي كانت مقوصة من المنتصف من هنا هنقص البطانا ازاي بنجيب مقاس القاعدة بالزبط الزامي اهي بشوفها معايا كم سنتي من الجنب للجنب التاني ونعدي على مركز الدايرة كم؟ واحد وثلاثين سنتي ونص واحد وثلاثين سنتي ونص انا هقص قد ايه؟ قدهم بالزبط طيب مش هزود حاجة للتانية بتاعتها هي زايدة سنتي لاني انا مش هخيط على الحرف الحرف لسه فيه السسة انا هخيط من السطر الملون بتاعي انا عملت سطر سادة وسطر حشو عكسين مش هخيط في دول البطانة هخيط من اول السطر الملون لو جيت خدت المقاس كده من السطر الملون هنا لحد السطر الملون هنا تسعة وعشرين ونص يعني انا لما قصها واحد وثلاثين ونص هي كده فيها سنتي ونص اتنين سنتي زيادة كمان حل؟ طيب اجيب البطانة نقيت وماشى فتحة علشان تبقى بينا معايا دي طولها اهيه طولها معايا واحد وثلاثين ونص مش هعرف هيك كده بينا اهي واحد وثلاثين ونص طولها معايا طيب الطول تمام يبقى انا هاخذ من هنا كان بردو واحد وثلاثين ونص سائز من تحت علشان في حتة هنا مقصوصة ها واحد وثلاثين ونص بردو يبقى انا بقص مربع طول اضلاعه الضلعين بتوعه الاربع اضلاع كلهم واحد وثلاثين ونص كلهم واحد وثلاثين ونص عايزة مربع طول دلعه واحد وثلاثين ونص واحد وثلاثين في واحد وثلاثين طيب هادي المربع بتاعي انا قصيته اضبط الامشة بتاعتي وخلي ذلك كويس ومبعص علشان المقص جنب الشغل كده خطر بس قصنا المربع واحد وثلاثين في واحد وثلاثين هاعمل ايه؟ علشان اعملوا مدور بص معي انا دي هقصها عشان هي زيادة معي هاعمل ايه؟ هاعمل ايه؟ علشان اخليها مدورة؟ هاتني كده نصين هاعمل 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 هدوسي عليها هده وفرق كده كويس عشان تتني وهقسمها تاني مصين هتبقى اربعة اربعة هقسمها تاني عشان تبقى على تمانية معي كده طيب هاعمل ايه؟ هقسم دي المسلس ده كده اهو آخر تانية معي هقسمها كده ومسكها كويس وابتدي اقص دي الاركان بتاعة المربع تمام؟ انا ها حاول كده ايه؟ نزبطها دائرية شوية هنفيدها ونبتدي نسبتها على القاعدة بتاعتنا علشان نخيطها طيب هسبتها ازاي؟ بدبابيس الاول سبتيها ازبطيها كده تبقى من كل الجوانب زي بعضها وبعدين سبتيها بدبابيس علشان متلفش منك وانت بتشتغل من اي نقطة كده خطي دبوس من النقطة اللي قصدها الناحية التانية فريدي وخطي دبوس تاني فعليني الجنب وخطي كمان دبوس وصاب الناحية التانية كمان دبوس كده خلاص سبتناها من الاربع جوانب صعب ان هي تلف او تغير مكانها هنعمل ايه؟ هنبتدي نسبتها بالابرة والخط بتاعي هتني حوالي سنتي لجوة واظبطها على اول السطر بتاعي اللي هو السطر المدونة هزبطها وابتدي اخيط على الحرف على حرف السطر المدونة وهفض المشي بغرزة بسيطة بغرزة سراجة بسيطة خالص متكونش باينة ويكون لون الخيط نفس لون البطانة دي من الحاجات اللي بتخلي شغلك تقفيله كويس شكله نضيف الفنش بتاعك يبقى عالي نسبت البطانة بس في ملاحظة هنعمل ايه؟ عايزك تخلي بالك الأجزاء اللي احنا هنحط فيها السوستة مش هنسبت البطانة فيها ازاي؟ هوريكي احط البطانة كده هخيط من العلامة دي للعلامة اللي تحت واقصدها النحية التانية من العلامة دي للعلامة اللي تحت هسبت دول طيب والجزء اللي هيركب فيه السوستة هسيبه حر معايا لحد ما ركب السوستة وبعدين هسبته لان ده هيبقى قدامي بعد البورتوفيما يخلص ويتقفل كده ده قدامي أقدر أخيط البطانة بعد السوستة ما تركب لكن الأجزاء اللي في الجناب هيبقى صعبة علي أدخل أخيطها بعد ما أفل الجناب بتاعتي ماشي؟ يبقى هنمشيها خطوة خطوة البطانة مش هركبها كلها مرة واحدة هركب الأجزاء اللي هتتقفل الأول من الجنبين هسيب الجزئين اللي هيركب فيهم السوستة هسيبهم مفتوحين علشان أقدر أركب السوستة برحتي وبعدين أغطي عليها بالبطانة يبقى أنا هعمل إيه دلوقتي؟ هسبت من العلامة للعلامة في الجنبين بتوعي نقول بسم الله ونبتدي نسبت البطانة من الجنب للجنب زي ما قلنا عند العلامة اللي أنا علمتها اللي هتتقفل هنبتدي نسبت البطانة بتاعتي برفع العلامات بتاعتي جدا عشان ما تخشش تحت البطانة هبتدي نسبت الأول خط بتاعي من تحت البطانة هبتدي أخيط على الحرف خالص وبالراحة متستعجليش لأن التأفيل ده أهم خطوة في الشغل بتاعك عشان يطلع مميز وشكل نظيف نشتغل كده هنخيط على الحرف وبالراحة وغرزة غرزة لحد ما تخلص الجنب ده وبعدين نعمل الجنب التاني ونجي ونجي نشوف هنقفل الفكرة أنا هعمل جنبين أركبهم للجناب هنا وأخيط فيهم جنبين البرتوفيل يعني إيه هنشوف مع بعض أنا طبعا هعملها باللون الكوحلي علشان هو اللي بقفل به لكن عشان يبقى باين في التصوير أنا هصور باللون الفيروزي الفاتح طيب هعمل إيه؟ هعمل الأول سلسلة طول هقد إيه؟ بنفس عدد الغرز اللي أنا أخدتهم هنا قبل لما كنت بعلم العلامة بتاعتي علشان أشوف هقفل فين أنا أخدت كام عدد الغرز اللي كان طوله 9 سنتين كانوا كام عدد غرز 26 غرزة ستة وعشرين غرزة يبقى هعمل السلسلة بتاعتي طولها ستة وعشرين غرزة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تلاتة وعشر أربعة سبعة ستة سبعة سنo وعشر وعشرين. واحد وعشرين. مين وعشرين. ثلاثة وعشرين. اربعة وعشرين. خمسة وعشرين. ستة وعشرين. سلسلة طولها ستة وعشرين ورزة. لن ماجي احطها كده على المسافة اللي انا علمتها من نقطة النص اللي انا هقفل عندها. لحد العلامة اللي حطتها هي نفس المقاس. انا واخداها بالعدد. طيب. هعمل ايه بقى بعد كده؟ عملت الستة وعشرين وغزة. هعمل فيهم ايه؟ هشتغل كأني بشتغل بالزبط قاعدة بيضوية. قاعدة بيضوية من سطر واحد. هحط. لونين داعم كده معايا. مش فكرة انه يبقى داعم لكن انه يقوي الجنب علشان يبقى متماسك. ويدي تماسك للبرتوفيه اكتر. بدن ما يبقى الجنبين قفلين على بعض. ويبقى البرتوفيه دياء. انا هعمله الجناب الجناب الصغيرة دي على شكل القاعدة البيضوية علشان تدي له ارتفاع شوية تدي له وسع من جوه. في نفس الوقت تدي شكل لطيف للبرتوفيه الجديد. طيب هعمل ايه؟ هدخل. انا هعمل القاعدة من سطر واحد. فهدخل في الغرزة. هسيب واحدة وادخل في الغرزة اللي بعدها. هشتغل غرزة حشوات. تمام؟ تمام. وبعدين في نفس الغرزة هعمل غرزة كمان. نفس المكان هعمل غرزة كمان. هدي غرزتين حشو. بعد كده في كل غرزة من السلسلة هعمل غرزة واحدة. غرزة حشو لحد ما خلص السلسلة بتاعتي. هشتغل على الخيط بتاعي. معيتي خالص كإني بعمل قاعدة بورتوفيه مثلا. نكمل على كده بقيت في السلسلة بتاعتي. ونيجي عند الجنب الأخير نشوف هنعمل فيه كم غرية. وصلت لنهاية السطر. في آخر غرزة عملت غرزة حشو. هعمل فيها ايه تاني؟ هشتغل كمان غرزة حشو في نفس المكان. كده بقى اتنين. واحدة كمان. انا هلف الشغل بتاعي. هشتغل على النحية التانية من السلسلة. تمام؟ دي الغرزة بتاعة النحية التانية. وكمان هكمل السلسلة زي ما اشتغلت على الجنب ده. هشتغل على الجنب التاني. فوق كل غرزة حشو عملتها. في الجنب اليمين هنا هعمل فوقها غرزة حشو الناحية التاني. تمام؟ كده هتبقى بالمنظر ده. هكمل لحد النهاية. ونقفلها ونشوف هنعمل فيها ايه. وصلت الاخر غرزة. عندي عملتها حشو. وبعدين اجي للغرزة اللي انا ابتديت بيها خالص اول غرزة اللي انا اشتغلت فيها غرزتين حشو. فاكرين ان انا بدأت السلسلة بغرزتين حشو. الغرزة دي هشتغل فيها غرزة واحدة بس. علشان يبقوا ثلاثة زي الجنب التاني. بعد كده هعمل ايه؟ هقفل غرزة منزلقة في الغرزة اللي اشتغلتها اول واحدة. الراحة كده بيقفليها. تمام؟ بيقفليها وخدي غرزة سلسلة للتأكيد. ونقص الخد بتاعنا. وده بقى الجنب اللي هنركبه للبرتوفيل من الجنب بتاعه. هنركبه للبرتوفيل من هنا. هنسبته من تحت. ونبتدي نخيطه على الجنبين. علشان ندي وسع للبرتوفيل معنا. ونديله كمان شكل قيم اكتر ما يبقى دول مقفولين في بعض كده. هندي له شكل جديد. متقن اكتر. ويديني كمان نساحة للبرتوفيل من جوه. هيبقى شكله اقيم واشية كتير. هنعمل جزئين نفس المقاس شو في حضرتك هتعملي المسافة بتاعتك هتب ايه؟ سواء هتعمليها زي 26 غرزة هتعمليها 27 هتعمليها 20 زي ما تحبي. اعملي القطعتين نفس المقاس بالزبط. عشان يبقوا الجنبين متمثلين جدا. وبعدين نيجي علشان نشوف هنسبتهم ازاي.